وزارة الموارد المائية أكدت أن مياه الأمطار أسهمت بشكل كبير في إتمام ريّة الفطام كما أمنت المياه وعززت الرصيد المائي لنهري دجلة والفرات وحسنت الخزين المائي في الأهوار سقوط الأمطار هذه الأيام كان له أثر إيجابي خاصة في هذه الأيام، أيام ريّة الفطام وأيضاً أنه في ما يعانيه البلد من نقص في الخزين الستراتيجي في خزاناتنا وسدودنا فهي تمثل تعزيز كبير لكميات المياه التي ستدخل في هذه الخزانات وأيضاً المهم هو أنه ستساعدنا بتأمين كميات الاستهلاكات من ريّة الفطام ستساعد برفع منسوب النهر وتأتي التأكيدات من وزارة الموارد المائية بأن الأمطار الهاطلة على محافظات الوسط والجنوب أدت إلى تخفيف الضغط على الاستهلاك ما أعطى الوزارة المرونة بتطبيق خططها للإطلاقات المائية من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية